الله ما هو بعض الناس دي مغهمشي مال انا بكلمك بص للأسف يقول تقوله عيد الحب ولك اه يا عم يعني انت بتشجع على الزنا والدعارة والدعارة كده ويقولنا بش اجل يا اخوان انت كده بتشجع على البدع يا اخوان احنا ما قلناش يلا نصوم في عيد الحب ما قلناش يلا نصلي ركعتين بقل نصبت عيد الحب ما قلناش يلا نعمل عمرة عيد الحب ما فيش كده احنا بنقول افتكروا قيمة المحبة وما نقصدش الحب بين الرجل والمرأة فقط عيد الحب بينك وبين ابوك بينك وبين اخواتك بينك وبين جيرانك بينك وبين اصدقائك فيها حاجة ايه ده ده الراجل قاعد جنب سيدنا النابي عليه الصلاة والسلام وعد واحد قال له يا رسول الله اني احب هذا الرجل ما قالوش يا داعر يا فاسق لا ابدا قال له هلأ اخبرته قلت له قال لا قال قم فاخبر فجرى اليه وقال يا فلان اني احبك في الله قال احبك الله الذي احبتني فيه مش ربنا الليل كده هو انا جايب الكلام ده من عندي الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هل من البر المحبة بين الناس ام الاحاديث بقى ورجلا تحب في الله كل ده وقع وسقط لمجرد ان احنا متوهمين ان عيد الحب معناها ان كنت تتجه لاتجاه الشمال بتاع بعض الفثقة والعرابيد حلوة العرابيد دي العرابيد كده حتحس ده كائنات فضائية عموما عندنا كل حاجة عندنا خاضعة لمعيار الشرع الحنيف لما سدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول حبيب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عين في الصلاة الناس بيتجهم في الموضوع ده اتجاهين اتنين الناس الطبعين اللي زي حضراتكم فاهم اصد النبي ايه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا صاحب الروضة الزكية فاهم اصد النبي ايه ان النبي بيقول عليه الصلاة والسلام ان انا امرت بتكريم المرأة لانني احبها امًا واختًا وزوجةًا وابنةً ادي حبيب إلي من دنياكم ثلاث سهلة سهلة وجعلت قرة عيني في الصلاة فلما لما واحد يقول لك بقى انا بحب الساعات يبقى حرامي ساعات واحد يقول لك انا بحب العربيات جدا يبقى حرامي عربيات الناس اللي دماغها شمال حالتهم يوم القيامة حيبقوا من اهل الشمال يوم القيامة اشتركوا في القناة